الجمعة ستة وعشرين يناير عشرين اربعة وعشرين البقاء لله منذ قليل توفى العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ووزير الرياضة الاسبق طبعا كلنا بنتقدم لجمهور الاهلي العظيم بخالص العزاء في وفاة نائب رئيس النادي وفي الحقيقة للشعب المصري كله لان العمري فاروق طول عمره رجل اعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة له الكثير من الانجازات الجيدة يكفي ان هو كان اول وزير للرياضة يا جماعة في مرحلة فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة العمري فاروق طبعا شخصية يعني تعب من شهرين تحديدا وهو جوى النادي الاهلي وتم نقله للمستشفى على طول من جوى النادي الاهلي على المستشفى اللي فضل فيها لغاية ما توفى منذ لحظات يعني كان بيشتغل لاخر لحظة في عمره داخل الكيان الكبير النادي الاهلي العمري فاروق عنده اربعة وخمسين سنة ما يغلاش على خلقه يعني مش كبير ولكن طبعا شوف نحن بعد الازمة اللي جات له في شهر نوفمبر تحديدا من شهرين زي ما قلت لحضراتكم واغمى عليه داخل النادي وراحوا به في المستشفى وللأسف كان فيه نزيف في المخ وفقد على اساسه الوعي وكنا بنشوف من وقت للتاني ايش عاد بتطلع توفى ويطلع اخواته يقولوا لا دا لسه عايش يدعوله بالرحمة الحالة صعبة لغاية لما ربنا افتكره في يوم جميل وفي شهر كريم يوم جمعة وفي شهر رجب ربنا يا رب يرحمه ويخفله ويتقبله عنده ويصبر طبعا الاهل ويصبر اه الكل الناس اللي بتحب العمري فاروق النادي الاهلي على طول زي ما انتم شايفين طلع اه اه بيان رسمي بيعز فيه ابن النادي العمري فاروق وبينعيه وطبعا العمري فاروق يا جماعة عنده ولدين فقط اه يعني اه ولاده بنعزيهم نتقدم لهم بخالص العزاء عمري فاروق كده في في عجالة كده حصل على عدة جواز والقاب الراجل دوت اربعة وخمسين سنة بس يعني ما شاء الله اه يعني شخصية حفلة بالانجازات خد وسامة التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من من نقابة المعلمين راجل اكاديمي مهني رائع الراجل دوت كان رائد من رواد التعليم الخاص سنة الفين واربعة خد احسن جايزة ناشر لكتب الاطفال خد احسن جايزة احسن ناشر لكتب المدرسية عم نتكلم في العلم وكمان خد جايزة الابداع والتميز الجايزة الزهبية سنة الفين واتنين وجايزة احسن ناشر لكتاب علمي وجميع من الفين واحد لالفين يعني ما شاء الله مسيرة تشرف لغاية ما كتبت له النهاية ربنا يا رب يرحم العمري فاروق ويصبر اهله خالص العزاء لجماهير النادي الاهل العظيم والمجلس الادارة واكيد سيخلد اسم العمري فاروق داخل النادي الاهلي اشتركوا في القناة